ومن فضائل حفظ القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام الولي المقصد أي الولي المقصد العدل الجملة التي نريدها هنا قال وحامل القرآن وحامل القرآن حامله لأنه ما حفظه إلا لأنه حصلت له مشقة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة لكن من أقبل عليه يسر الله له ذلك بقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكري فهل من مدكر قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه غير الغالي فيه يعني لا يغلو فيه فيزيد في العمل وإنما يتبع السنة وأيضا كما قال بعض الشراح لا يهتم ويبالغ بالتجويد ويهمل بالتدبق لأنه هو الأصل غير الغالي فيه والجافي عنه الجافي عنه هو المعرض عن العمل به وعن قراءته فمن حمل القرآن ولم يغلو فيه ولم يجفه هنا يكرم ويقدر لأن هذا من إجلال الله إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ترجمة نانسي قنقر